يمكن حيبقى فيه منافسات لو علي معلول هنتكلم في كل الديان لو لعب يعني ما تيجي نقف عند النقطة دي اهو ماتش النهاردة يا حضرات فعلا هيكون فيه شوية مفارقات كده تبعين لكم ليه كرة القدم هي فعلا السحرة المستديرة بالمعنى الحرف للكلمة اللي بتشجعه النهاردة ممكن جدا تكون واقف ضده بكرة يعني على سبيل المثال انت قلت يا علي معلول علي معلول لو جاهز وحيلعب في مبارك النهاردة في رأيه مين اللي حيكون بيلعب بس النقطة دي اه لا اكرم توفيق يعني لو هتسألني اكرم توفيق طبعا يعني اعتقد هو اللي حيكون في جبهة معلول واكيد برضو الكيراش مش حيفوت فرصة ان اكرم بيبقى هو اللي مسكت كمان مان تمان يعني ان هو اكيد حافظ لعب بس على كل حال اهم حاجة اهم نقطة ان احنا نكون جاهزين وفي نفس الوقت بيكونش فيه إصابات علشان كمان الفترة اللي جاية والسكر الافريقي بإذن الله ده اللي احنا دايما بنقوله وده اللي احنا دايما بندعي قبل اي بطولة كتير اشتركوا في القناة